السلام يا إخوة إذا لم أعرفت من أن أبدأت نقصتي وماذا رأي الناس فيها؟ ولكن أبدأها من أن أريد أن أذهب إلى أوروبا وكان في عمري 19 عام لم يسميتي جمال والد مدينة طانجة العالية كما قلت بأن أولاد الشامل يبدأون أن ينفخوا لنا أكبر 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 ساعدكم بذلك البلاثة التي تهبطت من الله يبدأ لك في نيويورك ترى أن يبدأ لك الخلاو العشوائي ولكن لم يكن قلت بأن أكبر طانجة العالية قلت بأن أخذ حلقة عن الناس ولد عائلة جدا محافظة وهذا الضمت والخلقة التي كانت تدري لنا الوالدين هي التي قلت أن أفكر أن أخوة البلاد من بعد أن أخذت الباك هذه القصة كثيرة جدا سوف يخرج أو أشبا أنت تقرأ براء يا أبي عقل جيد والديبلومي على جيد العفريد عقلت في أحد الجامعة في الدولة إسبانيا ومشيت أبي لما في الأول كانت معارض الفكرة وأنا جاءت بصراحة العبارة إني أرى أن أرى لأوروبا لا أقرأ أجبني أن أضبأ الرأسك هذه القصة التي تقول في ذلك الوقت أعشفت بشيعب التحرر من العبود ولكن كنت غالط وقام الآن أن تضبأ الرأسك في رأسي وليس متمحات بعد المرات الوالدين أو أخوتك أو صاحبك قرأ بلك يجب عليك التراق الصحيح ولكن انت رأسك مربع رجلك خانزين لا تسمع الهضراء والنصيحة لذلك يخسر عليك كلمة بالرأسك حتى تخوّرها وتحسيم ترجع عندي وتقول له اشتراق وراء غلط الرجوع للقصة دينا لم تدخلت للجامعة مع أخوكم زهواني وعزيز علي الدريات والقصير لم تكن أعزيز عليك قبل أن تخرج فأنت كنت مكبوت ومن حالة تتحلمها حتى تخرج لم تدربت في الجامعة حتى شهر كامل أخرجت بحالي فأنت تعرفت على أحد دري مغربي كبير مني أم صديق وأنا قلت أنت وذلك الشيء الذي أريد والذي أعطينا أغير للقصير وبدأت في الغبراء كوكاين أنت أخوة تذهبت من الضار كانوا يجب عليك شفاء لوتر الكوكاين بشوية بقيتك عما سخنتها في السبليون دعونا وقت والذي تنشوف بالذي أخذني تنخلصها شي شيء وشرابي وكوكاين والذي كنت تعمل هذا صاحبي لم يجبني حمد الله التجارة تسترعت لماذا أعطي عامر فلوس؟ لماذا أعطي عامر فلوس؟ لماذا أعطي أن أعطي واحد من النهار؟ واحد بنت العبد؟ صدفة؟ رأيتني أن أعطي شيء قرام لشيء طالب؟ وبقيت في بالها؟ حتى وقفت عليها قرام كل الأول ما أريد قلت تطلب وترغب وفي ذلك اللحظة كنت مزروب أريد أن تفك لذي أحدث ولكن الحمارة مع كامل احترامي للحمير حتى أنتم فضل اللحظة وصلت الهدرة للأستاد ومن الأستاد المدير قد يدرت بوم في الجامعة جاءوا البوليس بدأوا حقهم مع هذه الطالبة وصلتني الخبار وأنا نسلت في حالي وكانت هدية آخر نهار في الجامعة وحتى الكتابة تسطورة والله لم أعرف ماذا وقعت ما من بعد لقد تحولت من مدينة إلى مدينة أخرى ورجعت خدام وتعرفت على الناس جداد في البيع والشرة جاء حسنا من الأول ولكن أخوية الفلوس بالعقل لم تنفع بواله خدمة الصباح ولكن أخافي عقوبية والذي أفعل شيئا خائبة كنت تكادب على اليوم والذي أردت خدمة في شركة وهم الذين تكلفون بالمدرسة وكل شيئا وإذا لم تشاهدت لها كثيرا في النار ناعس كان في الصنات بالتليفون أختي تقول لي للوالد عيان ومشى الطبيب لديه القلب هذا المرض خرب قية الدماغ ومعرفت كيف وماذا ندير وقد أختي سيري الطبيب ومخصصكم في الفلوس كانت ستكون عمليات القلب ستكون علاقة للحال حتى تخرج في مرض وخصصك عملية بشيء تماما بحركة وإما تديره ولا تموت ستكون أعقل عليك صحبي مهم الله يسترنا ويستركم وماذا يستطيع أن يتريني هذا شيء عاوني اتفادة مرة المكتابة وماذا ستأتي ومشى الله كل شيء يكون بخير في كوة الدماغ لكي لا يتحفظوا بحركة هناك والدين يوقفوا عليك ولا تجدوا بعد ذلك تحتاج إلى موتيفاسي وماذا تفكرون لا يتحفظوا لا يتحفظوا ولكن لا يتحفظوا بحركة المنزل وماذا تبيع المنزل وماذا تتحفظوا لا يستفيد ستكون علاقة لتخطيب المال ستكون لديها حتى تفاجأ لأن الأب لا يريد عملية خاف المسكين يموت ويريد أن يعيش قبل أن يتعذب أنا أخوي إيلال بحالة ونكون في الكبر ديالي ونمشي طبيب في المغرب يبقى ويخوروا في الداخل ولا يتعلمون في يد وكالفرميليات في الحمي وهذا الشيء بالصح لدي أشخاص من العائلة يمشون عمليات وخرجوا على اليوم هل ينسوا مستدوش لهذا مزيان؟ هل قدوا شيئا وخربقوا شيئا؟ نتمنى أن يكون هذه الصحة تقادوا معنا نرجع للقصة كل شيء يدوى معه وحتى واحد لا يقنعه هذا مرض الوالد دعنا نفكر مليون مرة في الغربة وهذا الطرق الذي ستفعل وفي الأخذ سنين نرجع للمغرب ونعيش حدا الوالدين هذا كان هدف الذي نعسه ونفاق به ولا التجارة في الممنوعات هي الحاجة الوحيدة التي نفعل كان أعرف أن نبيع ونشري في هذه المدينة بدأت نلاحظ بل وليت بعض الناس معروفة بلا قياس وعرفت بل وقت قد نجيب الربحة حاولت أن نصفت البلاد عند أختي تجمع ليه لكي نفيد الأخير في أحد النار يوجد شيئا يريد أن يقرام ولكن أريد كثيرا قلت أن أخذها مع العلم هذا النار كان لدي آخر نهار في هذه المدينة كنت تناوي ونذهب إلى مدينة أخرى لذلك كانت تسمح الرق وكنت تخاوى الدار من قاعد الغبرة التي لدي ولم كان لدي حتى قرام من غير شيء تقريب أني 3000 أورو وحتى الآن لا أعرف لم أعرف لكي أردت لكي أردت وأنا لم أعرف لكي أردت لكي أردت لكي أردت لكي أردت لم أعرف لكي أردت لكي أردت لكي أردت بقى أنه لا أقفوا لي أستقلت بحيث ومع القانون يستعملون القوة لقد أردت لكي أردت ومعي أردت ومعي 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 القانون الإسباني لا يحكم بلاد ملموس على سواء صافي أحكمت بأنني أخي إسبانيا ومعي أردت فرحت هذا الخبر الذي سمعت فرحت ولماذا أردت لكنها سأعرف بأن مرة تحول مدخلت لدي ولمطار سألت صحب على سعي صديق والدراسة كنت أردت لم أكن سمعت عني أولا حتى ذهبت الشوق ذهبت معي كنت أرى دارة بطنوبيلة مرسيدس الخر الحالة المادية فوق السلك سألت سؤال طبيعي هل هناك شديتها؟ ماذا خدام أو ماذا؟ لقد أخسرت عني كنت أستطيع شاركتي وتانا لم أريد أن أدخل لي بالدخل حتى تعتبر من الخصوصيات رجعت للدار كنت أفكر ماذا ندير بالفلوس الذي يصبح أختي تخبيها لها؟ طرحوا الكثير من المشاريع في دماغي لكن أهمهم هي صالة الكامل الأجسام بداية ماشين جديد وعلى البيع عشر للطنوبيلات الغالية نحن الخميس ناعس في الدار حتى كان نفاق على التليفون كي سوني صاحبي خاليد هبطت عنده قلت له ماذا تريد أن تبقى غير الدار بحل العيالات قلت له معي الله قلت له معي الكازا أنا لدي أنا خدمة ما لا أريد أن أدلجه لن أقول لي مفياس وصافي مرة أخرى ولكن ماذا بززع لي وخلالي نظرى اللبس حوي قلت الوالد رأسه وذهبت مع خالي وصلنا إلى الطنوبيل وزدنا في الطريق دينا وضعنا لها الدراعة وضحكنا حتى وصلنا إلى القناترة قلنا نشربوا شيء ونكملوا الطريق حتى لم أعرف كيف يجمعنا واحدة ساعة الناس والذي من بعد عرفتهم الشرطة واحدة الروع بدأت لأفلام وصارت تخلات بدأت قليلا بحل العيالات لكي لا نشاهدوا صاحبي خاليد بدأت تنطر بغي يهرب لماذا تدخلوا الوسط وضعوا شيئا وضعوا انا ضربتها بسكتاق عارف راسي فين كين تلك العياقة التي تقوم بعمل بوليزير اسبانيا لا أريد أن يقوموا هنا قلتها واقف قلت لماذا هو واقع؟ نقذ واحد ضابط من اللور قال ياولاد تيت غرقت السوق بلاكستام لم تحشموا انا بقيت ساكتا ماذا ذلك داوي وصلنا إلى شيئ اكستام وقرقوبي حتى كثيرا الأفكار تخلطوا في دماغي حتى كن هزعيني في صاحبي كنشوف الدم في وجهه ما بقعش هذه اللحظة بحالة صرفقتيني قلت كنقول في خاطر هذا الخرادة غرق راسه براسه وهذه اللحظة انا فراسي ثم انا مخرج انا ممعش لقد ضابطني شيل روايدة السكور جبد كتر من 12000 حبة حسبوها في الكوميسارية ما يمطلع نفس الطافت وبقيت نصبر صاحبي بليه سيكون غير خير وانا ما غديش ندوزو وانا انا متكلف لي بالزيارة وكل شيء واخا هو خوّرني قليلا حتى لا أعلمني هذا العجب ولكن الله يحسن العوان أخي لم يحسن العوان أخي لم يحسن العوان لأنه يبط عندي وادة لا أعلمني لا أريد أن يضعك للحبس لأنه يجب أن أعطيك السم في شيء قوادر ليس صاحبك أخي الله يجب أن يكون لديك الموس ذلك الخضر أعلمني انا اندي سيدي واذا نمشي معك وصلنا للكوميسارية كل شخص يستطع في البيت وبدأ يحققه معنا كيف تدخل معي قليلا في الفيلم هذا التحقيق الذي يبدأ يديروا الـ FBI في الأفلام تقريبا هو البيت مضلم وفي درجة الحرارة باردة ولا حونة ممود يدخل عندي الضابط أول سؤال وانا قلت في الكرسي ويدم مانطين لما كنت تغادين بالسلعة أنا لا أعرف ما لدي حتى علاقة بشي احتجمع معي بتصرفيقك خلتني ننطق الشهادة بلغة الهنود الحمر زنزل لي ودني حبساتك وقال لحد الآن نسمعه لا أريد أن تأتي المحامي باقي ما أكملت هجتني باركة أخرى بحالة استرفقك الساكان تروح تريح سكوتي عاودي أقول لي اسمع ذلك البروش هذه العياقات الطيط تجعلها لديك صاحبك قال لنا كل شي إذا كانت تعاون معنا يا مرحبا بك فريادة أعطي الممو أخرج بحاله أنا لم أردت جهد من غير كيف أشعر بالحقرة ولكن الشمتها يجب أن تدري صاحبي الذي جرجرني فتشي معه وهذه تجرى صعبة نخرج منها وأنا باقي وصد دموعي حتى أرجع أدخل عندي ذلك الضابط وقال لي بالحرف أعطيني الكود هنا أخويا أعرفت رأسي بالصحة غرقت هذا التليفون لديك عام في ذلك ما كان في إسبانيا وإلى تحل غرقت وأنا أريد أن أقول لكم لدي صاحبي كان يقرأ معي لن أعلقكم شيئ في الليل أنا مهلوك في حالة حالة يورتاليها ودماغي يقول لي أن هذه المصابة تخشينا فيها أحد ضابط آخر وبدأك يقدر معي بحلاوة اللسان ستعطي الكود يشوف الهدراء بينك وبين صاحبك يتبال براءة لك حد صاحبك ستعرف بل أنت مرشي وهو غير شي فور هذا ما قلنا منذ أنك بدأت تحطف للسيطوات أما قلت صاحبك لو أنت واحد لا يعقل لك وصير أنت ضيع حياتك على قبل أن تخرباقها بعد من أي شخص يبالك في الشك في هذه اللحظة بليادة والحل الوحيد الذي يمكن أن يجعلني نجم من هذه المشكلة أعطيتك الكود لا تدخله ويتمتعني في الغبرة ومتصور معها ومتصور سيلفي والفلوس غير مشته أعرف أخيات تقول لي لماذا الحمار تدخل جريمة وتصورها ومين هي متعفة في هذا الشيء الجواب الذي نقول لك والله براسطي لا أعرف لماذا قدرتها كاك وشكرا من بعدها بطوني لحد بلاسة اسميت الجيور كالقفاء تدري صاحبي ومشيت لكي نضارب معها كالقفاء على حمام ضع ضع والجميل هو أنه لا أعرف بأنني كنت أبيع معها دوزنا يومين من وراءها فيقونا بالليل وظلونا واحد بواحد ترهيب والخلعة ومكاملين مجموعين أعطينا لم تنسيني وهم أنا لا أريد وأخي أحاول أن يبزون لا أريد أن تنسيني في الصباح طلعنا المحكامة ووقفت قدام القادي لم ترى أن هناك تشوفة وأجل المحكامة للسمن الجاية وظلونا في الفارق ووجوج جوج كل حواله تصطفات البوليس في أكثر من 30 و 1 ومعك غير شماكرية وصلنا للسجن المحلي في قناترة قناة السننة والساعات قادر الشافة للبوست بدأ يقلبنا لكي يصفت كل واحد الجناح في السجن مع العلم أنت ضارب النهار الطريق ومن وراءها 48 ساعة في الجيور والتكرفيس محكمة معصة صباحة العشية قد تذهب للسجن قد تسنيت لكي الموظفة للزنزالة تقول لكي تقلب غير فين تحطي الراس و الناس واتقد أفكارك وتستيعب عليك في السجن سيفت هنا يا أخي للسيلون وما أدرك ما للسيلون ما حال صغير و عامر بالناس وأنا لم يتحدث في المدينة راكتان جاوي هدرتك وشكلك باينة أنك بوجادي أول داركم يبدأ لكي يبدأ لكي تحرك من بلاستي والآخر يقول لكي هذا مقدامي كل شخص كيف يحاول أن يقمعك ويحقر عليك حتى تلقى رأسك في باب الطوالات كيف يحاولوني على جابوك أنا لم أعرف ما أقول لهم من غير التجارة في المخدرات كان أعرف حتى أحد و أرى مكتوب الله يتصرف مهلوك بالجوع لم أردت أن نطلب شيء واحد في الليلة كان أعود لك على أحد باقي عاقل كل دقيقة مننا قد تكن تسنى و كل شيء خاشي وجوه في تلفازها قليلا فرشوا بلاستهم و السيلون عامر قتلوا بلاستهم قدام باب الطوالي تنع السفاء من غير واحد تسيد مسكين قليلا أحمق نطلب الليلة و أعطاني جلا بسخونة تخشية وسطها أعلم كيف أشفت الوقت تخصو لي بسطيبا لكي تصبح الخير أي شخص بعقله لم يجب أن تصبح الخير من أين الصباح فايق عودتاني بالجوع و موظف صباح الياجي نوض حقق البصامات والتصور تابعونا يا سخفان تسمع التقالي نوض الحرام مع الصف والسلينة و نحن راجعين تكن تشكى لك الموظفر لا لدي بلاصة و لا نأكل و لا نشرب و لا نبس و لا نغطي قصة أكتورك مباد دانيل زنزانة أخرى أرحم من هذيك الذي تلاقيه بالحاج طانجاوي معتاقل أصح بمني كتشوف شي واحد دولة مدينتك أو بلادك قد تنزل عليك الرحمة هذا الحاج عنده واحد شهامة اللي عمر وصل لك سبعين عام خاتر تقول مي السيد يا الحباسة رجل من أغنياء طانجا تهمة دياله تهريب الدولي الحشيش الأوروبا سيد من المهربين الكبار في البلاد يتعودون عليه من الذي كان يريد أن تلحشيش يمشي لدي شخص الذي يعرف أنه يستطيع أن يسلق عليه للدار و يأتي معه 100 مليون و يضع عليه و يأخذ السلعة و يأخذها حاكم العظون حتى أنا دول دخته هزدوا كل البطولات التي يطير في البحر عمرها السلعة و بالأخباره يريد أن يدوزها حتى يشدوا العسكر هو هرب و أصبح ذلك البطول الذي سميت الحاج المهم الحاجة لمشقت دم رأسه و قال لهم أن تسرق لي ولكن أنت أحد مسمع له والتحكم في عشر سنين رغم أنه كان موجودة 400 مليون القادي ولكن هذا الرشوة لا أصدق له و هناك الكثير منكم سأخبره وهو شيء في طانجا ما يجلبون القناترا يتحاسب و هنا أقول لكم أحد البلان سيعرفون أن تحريفها في وقت تستطيع أن تكون تدابة طانجا القداء كان مشكوك في أمره لذلك بحل القضايا الكبار و يجلبهم البلايس أخرين بحل القناترا الذي مفعله الرحمة لا شفاقة هذا السيد نار تحكم عليه بعشر سنين و كنت أنا معه في المحكمة والله لا تحرك فيه شي ساكن عادي جدا أنا لمشيش عنده نصبره أصدق هو كي يصبرني والمعلومة عمره و دوز الحبس و عندما يسولته على جدار هكذا كان جوابه والدي حياتي دوزتها و سليتها لا نضيع جدري صغير نعطي فرصة في الحياة كيف مما ناس أخرين أعطونا فرصة كي ولكن يترك ما ديرش هذا الشيء و في ذلك اللحظة كالجوابه و تصرف فاقاليا الذي هو والدي الذي يلعب لا يتقلق يعني إذا لعبت و خسرت عادي لا تتقلق رأى من الأول الذي بدأت اللعبة يعني إما تربح إما ستخسر طالت أو قصرت و هذا النار قلت و أجبة ما بيهاش بطاطا معه فرماج بكاشر و البيض كل شيء مخلط خشيت في وجه هذا التبصيل مهزيت وتخوة الله يرحم الوالدي للحاج أعطني فوتا و دخلت الدوش تخرج قال لي كيف ناقصك حاجة و خمسة و كل شيء موصي عليه لا أقصد أي شيء قلت لديه ببقى غير الناس قلت مع الدراري قلت لهم بلاس أحدهم في الأرض و أضع طراسي غيبوبه في الصباح قلت على الابل الذي هو الإحصاء و لا يوجد أيضا لكي نضيف التليفون و أزيته و بقيت واقف شيء دقيقة و لماذا نصنع أختي أقول لها أو لا أختي حتى أجلت أحد بكية سمعوا الخبار سمعوا بكية بالحق خسلت كثيرا و أنا دخل للمدارها بحال أن تضع رايح والغنازة كل شيء يسين وأملا و أنا مبين هذا و هذا و كنتظن عن رايحة لمدة الأم و وصلت مرضتي تبديت أحد الجديد باستن Leon و طلبت السماء أقصدني بأن قلت لأختي ترى أحسن محامي و تخلصوا بالفلوس التي لديها و قادت وماكلي و قالت أمنا شبعان تجارب و كبني لم يعدارت نسمع ونزيد نسمع ونستفد وعرفش بالليم مدوزتها حاجة في ذلك الحياة ومن هنا أريد أن أقول لكم رد المنبار أي شخص يسعى برأسه وتوارعيش والفلوس والسطوريات والحديد ستوقف قدام شيء يا رجل بحالة السيد الذي بالصح مدوز حقه ستوقع حال فمك ومربع يديك وحاني الراس بنادم من القفل الذي يأتي في المدخل أعرف بأنني منتراري ولا تدارهم والذي يسمعون من الناس يرجوك قفاف وهذا النوع يمكن أن يستهل حياته قليلاً يمكنك أن يأتي لك حباس يقول لك أخي إذا أريد أن أصبع لك حويجة هنا وإذا أردتك شيء صخرة يجب أن يأتي لك أن يأتي لك مساجة لدهرك كنت قليلاً تغوية المضاربة ولكن أنا شخص لم يأتي هنا لكي نزيد نعواجها يارب نفك حريرتي على خير في الصباح كان في قبل حلقة الأيام وقام لدي الشيء يقول لي أن أخدالي بلاصة صارت تهله فيه مع القناة تناول الطنجة ويسألت غير من الفضول لكي نفهم خدالي بشي ألفين درهن والحياة السعيدة تبدأ من أنك تحت رأسك وتنس وأنت مرتاح في بلاصة لا يحزق أحدك حد لا يعنقك حد لا يخشفك شوية سبع رجله من بعد أو تاني كنت لعلم حكامة قفناه قدام القادي وبقى يسمع من عندي صاحبي والذي كثير من مرة يسأله ماذا أنا الشريك في الجريمة وفي كل مرة صاحبي يقول الحقيقة باللي أنا بارئ وبعد دار الرجولة صراحة البوليس قبلها كانوا استعملها لكي يخرجوا منه الهضرة ولكن بعد دار الرجول لكن في الأخير تنتقل حكم في صاحبي بست سنين وأنا بززز بشكل من بعد براء حيث كان عندي الدفاع جيد أما في حالة القضايا 100% تذهب فيها حتى أنت وما أنني أريد أن أقول لكم حدي ورأسكم عارفوا مع منكم تذهب ستقدر تكون ملك في أولا ولكن تضع رأسك مع شيء واحد وفي شيء بلاصة تتجمع مع كل شيء والشريكين أتمنى أن تكون أجبتكم القصة بارتاجي مع أصحابكم بشتهوا ما يحدى ورأسهم باي باي